بعد المرات الحياة كتمر مدنا وكتبيلنا حقا أيقنتا عن الناس الأقرب لنا اللي كنا تنظن واحد النهار باللي أنهم هم عائلتنا غير باش من جديد تلاقينا مع أشخاص اللي ما كتربتنا بيوم حتى شهر السلطة قرابة من غير المحبة دي المولانا والوقفة اللي في المفروض أنه عائلتنا هي اللي توقف معانا فيها هاد الناس هم اللي توقفوها وهم اللي توليوا عائلتنا حكاية الليلة كان وعدكم بلي أنها النهاية كتب الشرب خير كبير ومليئة بعبر اللي ما يمكنش ما تستفدوش منهم سلام سلام مرحبا بيكم في قناتنا اليوتيوب سلاميلي كانت من لاناكم تكونوا بيخيروا على خير ومركم هانية أحوالكم طيبة المؤنسة دي لكم عادتي لكم من جديد كيف العادة عرفتوا بلي أنه حكاية الليلة غير رهبطو فيها شي بلاكار ولا شي تخميلة دي لشي صالون ولا وجدوا بها السفوف باش ما يجيكمش المالج في الكوزينة دي لكم حلاش ما شاء الله طويلة ومجبدة وكلها أحداث ولكن في آخر المطاف كما وعدكم غادي تكون عندها نهاية ليه سعيدة وأكبر دليل باللي أنه إذا كان قلبك طيب أربي ما تيخلكش ما تبخلوش علي أنكم تضغطوا للتحت على ذلك الزير الإعجاب لما تكلفك حتى شي مجهود ولكن تيدير معي فرق كبير خصوصا لأنه 12 هذي وأنا عادة بلت بسم الله غادي نصور لكم وهذه الحلقة ليه مجبدة ففضلا وليس أمرا ما تبخلوش عليها خيمة تتشر لكم أكثر ونقول لكم بسم الله يالله لنبدأ أنا فاطم الزهرة من سلا هذي الهوية ديالي الحقيقية ما غادي نخبيع لكم تاشي حاجة في حكاية اليوم قصة اللي غادي نبداها لكم من نهار ماما طلقت ببابا اللي كانت ما بيناتهم علاقات حب وبغي تزوج بها ولكن كان عندهم مشكل أنه هو من واحد الجهة في المغرب وهي من الجهة وديك الجهة اللي منها بابا معروف عليهم باللي أنهم تيبغي بغرب عضياتهم بابا فاش مشا عن جداتي وقال لها غادي نتوج ما عجبهاش الحال لأنه وماما ماشي من الجهة ديالهم أولا ماشي من القبيلة ديالهم بابا بغاها وقصر وقال لهم غادي نتزوجها وبقى عليهم حتى وفقوا ليه واختبوا ماما اللي كانت من عائلة اللي مخصومش ومعندهمش جاء وخطبوا ماما وتزوجات بيه وداروا العرس ومشا تسكنت مع عائلتهم وهم ما تقبلوهاش من ديك الوقت وهي في المشاكل معهم لدرجة أنه غادي يجيها السكر بقات مع بابا صبرة حتى النهار اللي غادي تحمل بيها ما حدها كانت غادة وكالطول والمشاكل تيكتروا مع جداتي ومع عائلة بابا بصفة عامة عيات ما تصبر وتجمع حتى الواحد النهار هزت حويجة وزت فعلها أنا ذاك أنا كانت ولداتني وكانت عندي عام هزتنا ورجعت عند والديها وطلقت من بابا مشات كانت تعيش مع والديها ومع أخوتها قاسعيش معاهم وغادي تبدأ تلقاء مشاكل من نوع آخر ديال ما تخرجيش ما تفعليش ما تتطليش وإذا خرجت ضروري أنا نكون معها واخا كانت واكلة وشاربة ولكن الحكام كان من كل جهة المهم قاس هكا وحد ثلث سنين ولا ربع سنين حتى النهار اللي غادي يجيخ طبها وولد عمها باش أنه يتزوج بها ماما فاش شافت راتها بلي أنها أصلا هي مع خوطة غير حكمين فيها وما تيقينش فيها حياتها شي هي مرأة قالت أجين تتزوج الشرطات على هذا الراجل بلي أنا غادي نبقى معها وما غاديش نفرقها كنت عزيزة عليها وكاتح ماق عليها هو قال لي أنا بغيتك ببنتك ماما فاش تتلق من ماما زوجه بوحدة من عائلته من نفس القبيلة ومن نفس الجهة هو فاش عرف أن ماما غادي تتزوج جلده جدتي بعد سنوات وهو أصلا ما تيسوش وقال ليهم إذا فلانا تتزوجات تعطني بنتي هو كان الغرض ديالو غير باش ما يبقاش يعطني ذيك النافقة اللي تتعطني كل شهر صافي جاو وقال ليهم إذا هي غادي تتزوج أنا غادي نزي بنتي جات عنده ماما وقال ليه أنا ما غاديش نبقى ناخد ذيك النافقة غادي نتنزل لعيك عليها سيدي ولكن بشرط تخليلي يا بنتي أو لو إذا بغيتي تبقى تشوفها أجي مرة مرة وعطيها شي حاجة وصف وأصلا هو هادشي هلا شجا هذا هو كان بقصوده مشات معا ماما قاد ديالو غير بديك الوراق بلي أنها نازلت على ذيك الحضانة اللي تتعطيني ويتزوجات ومن هنا أنا غادي نبدا كان عقل غادي نعقل على ذيك الحفلة اللي دارت ماما دزوجت ومشات معا رجلها ومشيت معا حتى أنا تخيلوا معايا وأنا ما زال بقى صغيرة قلسة مع واحد الراجل في الدار ما تنعرفوش إحساس اللي جاني في شكل أنا ذاك وأنا بقى صغيرة حسيت بهذه التفاصيل قلنا عايشين معا مزيان كان مهللي فيها وأنا كان غير دير لي الخاطر وبابا كان مرة مرة يجي يديني معا عند مراته باش يشوفني كان تيجي لي بواحد الموتور اللي وليت كل ما سمعته أحد الباب تمقى غير تمكي وكان قل ماما أراني ما بغيش نمشي وكان تهبطني وكان تغوط عليها اللي ضروري خسك تشوفي بابا كافة تمزهروا العائلة دياله وانا كنت أنا ذاك تنبقى تنبكي ما سنبغيش ما كان نبش عنده حتى كان بغي نموت وكان مشي معا في الأخير تيوصل من داره عند مراته وولاده وعمامي وعمامتي معهم ما في داره حدا وانا ذاك غادي تكون عندي خمس سنين ست سنين ما تنعرف حتى شي واحد عندي زوج دي الخوتي اللي كان شوفهم وكان شوف مراته ورغم أنني ما فهم مواله كان تكاجيني في شكل منينتا ندخلها راسي حادر ما كان تحركش وكان بقى معها بيومين تلت يام وكيرجعني لعند ماما وكيلوح لها مية ميتين درهم في تلت شهور لمعدها ما تدير ليا ماما هي اللي كانت كتكسيني وكانت ترفع ليا واخها كانت علاقة للحال لحد دابا لأمور نوعا ما كانت غادم زيانا ماما غادي تحمل وولدت بنيتا وبقيت عايشة أنا وهي وبنتها الصغيرة اللي أصلا منهر ولدتها ما تقبلتاش حيتش ولفت أنه ماما دي هالي ببوحدي ما دخلتش لي لراسي لدرجة أنه ما كانش عندي معا المهم في هذه اللحظة غادي بللي يا راجل ماما بحيلا من البنته وانا حسيت بنقص هو أصلا ما كانش حين فيه بزاف المهم هو اللي تكن شوفه معا بنته وإذا بغيت مشي عند بابا خاص سنين بكيون تمرمد المهم واحد العقاد صراحة حسن لما يمكنش ندخل تلقى في البتدائي ماما كانت عندها واحد حلقة عليا لما يمكنش كانت تقول لي فاطم الزهراء قراي وأنا صغيرة نطلعني في الطريق باش تواصلني مدراسة كانت تقول لي قراي مرجعاني قراي كل شي عندها غير بقراي كانت عندها واحد حرقة عليا اللي صراحة ما يمكنش كانت تقول لي ما تديري ويلو غير قراي ليا المهم أنه تنعقل على رأسي أنها ربتني بدكخصني القرا قرأت حتى طلعت للتناوي وهنا غادي بدون المشاكل مع راجل ماما ما عرف شماله هو كان على أقل حاجة بسيطة إذا تنقشت مع بنته واخذت لها شي حاجة كيبقى كيغوت عليها ولا كيزعمه كيضربني وشوية ولا كيزعم وكيخرجني من الدار وذا وسطش ديال وحش مش كيخرجني بالنهار لا من مورا لحظة ش ديال الليل كان كيتناقش معي على أقل حاجة وكيخرجني وما ما كانت مسكينة كتخاف منه وكتعيك تطلب فيه وإذا كانت بغاية تجي من مورايا ما كيخليهاش تبقاتي يقول لها إذا خرجتي ما غاديش ترجعي تخيلوا عن عندي ستاش العام شو غادي ندير ذاك الوقيتها في الزنقة وقسم بالله حتى كنضربها بجرية حتى لدرجة ذاتي اللي كانت قريبا لنا شوية وكانت خلع لأخوالي وكانت وعد خاتي ممزوجة شبقى معهم كان بقى قاسم معهم بثلثيان كتجي لي يا ماما وكانتطلب راجلها باش أنها بترجعني وكانتجيبني من جديد ما كنتش كتخى بي مسكينة وكانت كتبغيني وكانت تحمق عليها إذا بكيت كانت كتبكي من المورايا كان نرجع معها وعاوثني كانت بقى سيمانة وتيقلب لي على شي سبب واحدة أخرى وكي يجري عليها وكان عاوث كان نخرج وهذه هي حياتي كان نقرأ وكان جيد طار كانت نفقاش جري عليها باش أنا لنمشي عن جداتي باش كتجي كتردني ماما من بعد والسنتة كتبقى غادية وكانت دور حنا الأب كان عندي منادم وحتى ذلك أخوالي اللي تقولوا بلي أنه غادي يعودك غير شي شوية وكانوا عارفين ظروفي كانوا قاسحين وأنا كنت من نوع صراحة اللي يمهل في راسه وكان صيب راسي وشعري وكان لبس مزيان ومما ما كانش يحجبهم الحال كان عند بالهم بلي أنا كان ندير شي حاجة لي هي خيبة وكي بقوتي يقولوا الماما رابنتك كدير وانا قاس امان بالله امان بالخوالي ولا عندي معهم مشكلة وذلك اللي كنت كنقول عليه البابا الحقيقي كانت يجي عندي مرة في ثلاث شهور في ربع شهور كيلوح لي ميتين مية الدرهم وتيمشي في حاله مرة يقول يا أجي يالله معايا وكان مشي وكان أرجع المهم كانت حالتي حالة أنا ذاك ما كانش عندي الاستقرار نهائيا وعمرني ما عرفت فين أنا عايشة وش من دار ولا بيت كان تامي ليه ما كانش راجل اللي حنا ليه سنويا غدي نتعرف على واحد الولد اللي كنت نعود ليه غير على مشاكلي راه دال لي يا راجل ماما راه دال لي يا أخوالي راه هذي وهذي اقسم بالله إذا كان ذاك تدرني من أطيب خلقي الله وانقيقي وفيتني بشي عامين وحنين وضريف وعمر محطة لي هيدتي كان غيرتي يقلت حدايا وكم قو كان هضروا هذه هي كانت العلاقة لجا معنا هو تعود لي وأنا تنعود ليه شحن مرة نكون غدا حتى يخرج فيها شي خالي وهذا الرزع ما مشي كيش دفيا ولا شي حاجة خيبة تنكون غير وقفة أنا وياه أو لقل سحداه فهمتي يمشوا عند ماما وتيقولوا لها رفاة تنظرة كتدير وكتفل وانا ما تنذرتها شي حاجة دخلت وقراسي مقابلة قرايتي ومرة مرة إذا تلاقيت به كان هضروا عادي وبي معنى الكلمة كانت علاقة ليه ينقية يديه ما تيحطها شي ليا أنا غدي جرني ليه صراحة غير ذاك الحنان ديالو والرجولة اللي ما رقيتهاش في أخوالي في أبا وفراج الممي رقيتها في غير هو بوحده حيث ما كونش أنا عرفاش نهي باكي عنقك ولا غير إذا فعليك ولكن الدري كانت إذا فعلية وحنين معايا وإذا حتاجيته كان القادمة بجنبي المهم ذوك أخوالي كانوا تيمشوا عند ماما أرى بنت تكدير وكتفعل كانوا حظين غير هاد الشي تخيلوا معايا واحد المرة أنا خارجة غير من المدرسة وكانت الشمش ضراتني في راسي ودارنا كانت بعيدة فقلت مع راسي أجي نخطف ما بين زناقي ندوز من الضل ونختصر الطريق وأنا غدا هزا الكتاب ندرق عليه من فوق من راسي على الشمش غادي نخرج في أحد خالي اللي هو أصلا ما عندوش معايا غادي يوقف وصلني عليها سوالني فين كنت يا فاطم الزرا كنت قاري يا خالي وضرتني الشمس في راسي ودخلت ما بين زناقي باش نتخبأ تخيلوا معايا ما جيت نوصل الدار حتى لقيت وعيط على أخوالي الأخرين وقال لي همرا أني لقيت فاطم الزرا خارجة من واحد الدار منتع السوفرية وأنا قسم بالله حتى لقني هزا الكتاب من فوق من راسي حيتاش قال باني الشمس وكل حمرا وعرقانة شافني وسلم عليها ومشال عندهم قال لي ما هش نو القيت ذوك خوالي نضو عيط على ماما آجيت شوفيها للا بنتك أش منو دات واشادي باغتشو هنا أويلي أنا ما جيت نوصل الدار حتى لقيت ماما وحلوها لها بقيت نشرح لها راني ماما غير كنت قارية ويمسكينا كانت كت تقفية وكانت تخصم مع أخوتي على ودي حيتاش عارف عني شنو تنسوها معرف شنو كانت المشكلة أنت عخوالي معايا جلبك خذيتو وتتخيلو معايا الفرحة دي الماما كيف كانت رأي كانت ما يمكنش بحيل أخذيت الدكتورة كانت فرحانة والفضل من بعد مولانا ترجع لك الصديق اللي عاوني بزافحة حفظ وكنت كان عاوضي ماما عليه ووقت ما وإخوالي تيجي ويتشكاو كدقول لي هماشي سوقكم هاديك بنتي وانا عارفها خذيت الباك ديالي وماما فرحانة بغتر بالفرحة واللي لقاتو كدقولها لي بابا عادي جا شفني ولكن الصراحة مكانش مسوق ليا وإذا جا طلق ليا بحال لا ما طلش حيتاش وقت ما مشيتلي عندو تنحس بمرتو كتبغي تاكلني وكتبان في حينيها واخاها دوك أخوتي من بابا كنت كان بقى قلسة معاهم تندوي هي كان شوفها انما كتحملنيش كنت تنحس باد الامر خذيت الباك ديالي واختريت ندير واحد شعبة في ليستي وبخذت كان قرأ غدا جاية المدرسة وبقات علاقتي مع ذاك الدري زوينة ونقية هو ولد الناس اللي ما عمرني ما شفت بحاله غادي مبدأ في مشكل وحد اخر اللي هو عامي الاخير باش اناني من بدل ناخد ديبلوم ديالي وعودت اني كان عندي مشكل مع راج الماما ولك يجرع لي بزاف وقسم بالله اذا تيخليني حتى لوحدة ديالليل ويجب معي صداح ويجرع لي وذيك ساعة اذا خرجت ما يمكنش مشي عند درجة داتي يعني اخوتي ما عندهم ش معايا شو كنت ندير كل مرة كانجلس عندي شي بنت كتقرى معايا شفتوا كون ما كانش عندي العقل وكنت قاسحة اعطى الله شنو غادي ندير ذيك الوقت كل مرة خرجت كنت قاد نخرج على الراسي واشد شي طريق ما غاديش تسلكني المزيهن اهو فالشي يخرجني تنبقى عنا في الزنقة تنعيط للدري اللي تنعرف اللي اسميته ايوب وكي يجي لعندي وتنقول لي وصلني عند فلانا ولا فلانا باش ما يتبسلش علي حتى شي حد في ذيك الوقت وكيمشي معايا وطي يوصلني وكيبقى واقف حدا الباب حتى كيتطمأن وكان قول ذيك صاحبتي اراج الراعليا اراج الامي ونبقى مع ذيك البنت بتلتي ايام بالربع ايام كاتجي ماما كتقلب عليها حتى كتعرفني فين وكاتمشي كتجي ابني اللي عندها وكان عاود كنرجع وكيقلب لي على السبب وكتبقى غادر قصة بنفس الطريقة هذه حالتي كانت انا ذاك حتى الواحد النهار ماما بدأت يضرها اجنبها وكاتمشي عند شي طبيب كل مرة وشنو تيقول ليها حتى الواحد النهار اعيت ومشيت عندو واحد طبيبة اختصاصية اللي اعطيتها واحد سكانير وويتقول لي ها راجك السرطان في المعدة بهذه الفقصة انت عا راجل هالي كانت يخرجني وما كانش كيخليها انها تجي من الموراية وكتبقى الليل كامل وهي مخلوعة عليها وكتبقى كتطلبو وكترغبو ثلث ايام اربع ايام باش انه ويخليها تجيبني كانت كتتفقص بزاف لذا راجك هاد المرض غير بالفقصة والاعصاب وهي احد الان فاش كتجي من السبيطار عمرها ما كانت لير حقيقة انت على مرضي لها كتقول لي راه غير المعدة وغادينتداوى وغادينتداوى وغادينديروا لي واحد العمالية وانا تنقول لي ها واش هادش غير المعدة ماما وهي غدا وكتضعف وربي اللي علم بها قالت هالا راجلها والاخوتها وامها وقالت لهم حاجة وحدة عافاكم ما تقولوا هاش لفاطمة الزهرة اهلية انا راني مبغيتش نشوفها كاتبك اهلية تخيلوا معايا كاتت كاتمشي لطبيب وكاتجي عيانا وكانقول لي ها وا ماما واش هادي غير المعدة كاتقول لي ها غير المعدة بنيتي حالتا غادة وكتضور الضرجة انه وقاتلي انا غادي ندخل ندوش اجي حكي لي يا ظهري ندخلت نحكي لها وكانشوف فيها كيف ولات ندلو عاتيبانو بالضعف هي عاطياني بظهرها وانا تنحكي لها ودموعي ما بغوش يحبسو لي من عيني من اللي خرش من الدوش تنقول لا ما يمكنش واش هادي شي غير المعدة لا ركينا شي حاجة كنشوف دوك خوالي ولو كيجو عندنا الضار بزاف وديك خالتي اللي مزوجة واللي ما مزوجة شتهية كانوا كيجو بزاف مع الجيران وانا نفس سؤال واش هادي شي غير المعدة راه ما يمكنش سنكونوا قالسين وكتجي كتعنقني وهي مريضة وبما كنت أت为 هيا انتي ابنتي فاطم الزهرة ل случ هيا انتين الخثم Choice ون�يت يحدث لا مازل ستيجرب كنت انك شونت لنفق وبوابل كان علينا هذا القديم و العوظة وحنا انا ساعدت لن قد فتش الصف يظهر أنا كنت مناقب الكتب لتطلب بالمساطنة كنت ممتعات بعض الأ Pingاء وفي نفس الوقت كنت لتطلب بesa و أنا كنت مناقب كل مرة وتطلبت دماغek السفحة من السفحة و سألتها لن ألدت لها فاطمة الزهرة قالت لها واخها أما أنا سألت لها ألدت تحقيق مثل اماما اللي لم يكن لدي بها بسبب البفزيات وصلت وممي ونتزلت لها لما هي ناعة لن أصبحت عليكم أرى تحرقها من فخة كلها ماكا ماما ماعرفت شعلى شاب بنتي واقع ليا هكا ابنت كان قلب لافيد ديها فرج ليها و هيكاد قولي يا عافك انطلبك فاطم الزراوحة تلايبا يا ماما ياكلا بس عيطي لي على ايوب وش منيتك بديت كان نضحك اويلي واذا دخل لماما ش حد من اخوالي لا لا ما غديش يجيو غير عيطي لي علي الله يرضي عليك عيطي عليه و قلت له ارى ماما بغاد تشوفك جاتي يجري وسلم عليها سخرتني الحانوس و قلت لي هكا عافك وخات مشي تجيب انتهت الصخرة قل لي يا ايه ايه تنقذ ماما قلت ليها لا غير خليك أولدي حدايا سيري انتي قضي الغارات اللي صفتك عليه و بقى حداها مشيت قضيت الغارات جيت لقيت عيني حمرين و هي كاتبكي ما فهمت حتى شي حاجة جيت لي عنده مالك لا قل لي يا راه غير ماما كلي بقيت فيها و صف مشاو انا بقيت معاك نجمع لي احويجتها و كان قد ليها فراسها لانا ما بقيتش قد تحرك عن نقطة و هي كاد قول لي يا وسير يا فاطم الزهرة اراني بغيت لي كالرضا ديال العالم عن نقطة و قلت لانا مشيت حتى نرجع من بعد مشيت للدار اللي ما اقولش لكم باللي انا هو من التاسعة و انا خدمة في واحد الحانوت ديال الحويش في السبت الحد و ايام تعنص نهارات لانا هو داك مول الحانوت كانت كتعرفو ماما و في العطل ديال الصيف كنت نخدمها كلها باش تنشري كتوبة و حويجي لراسي احداش ما كيش ليعطاني بابا تيجي مرة في ثلاث شهور و ما تيعطاني حتى الفلوس كاملة ديال الحمام فبقيت خدامة و انا تنقرأ و حتى في الجامعة بقيت كان خدمة المهم كنت هزا راسي لاغد لي جابوا ماما و قالوا لي هم غير رجحوها انا سنقول ما يمكنش وش هدي غير المعدة و رجحوها اذا شي مدخلش لي يا راسي مشيت عندو واحد خالي لي ما تيسكنش في دار جدة و سولته شو طاري خالي عافك لما قولي الحقيقة و اللي انا عاقل عليه ذاك النهار كان رمضان شدني مني و قال لي غندوي مع كافة تمزرة حتى اجد بنتي كبيرة انا ذاك تكون عندي عشرين سنة شنو كينا خالي مامك ما فيهاش المعدة و شنو عندها السرطان في المعدة في المراحل اللي هم تأخرا و دابا ارى رجحوها و قالوا لي نا اخليوها حتى يددموا الامانة امانته تخيلوا معايا و ياه لذاك الاحساس اللي كنت كان حس بيها نذاك ما عنديش بابا اخوة لي عرفتهم دابا كيفاش دايرين ماما غادي تموت و رجل ماما ما تيبغينيش انا فين غادي نمشي ما نكذبش عليكم في ذاك الوقت قرر بي اذن المغرب دي الرمضان وبقيت وقفة انا ويا في الزنقة عيت من استوعب ذاك الشي فراسي و قالوا ما قدرش ذاك الشي ندخلوا الراسي هو طلع و قال لي ياه طلعي قلت ليه واخا ومشيت بقيت غدا سارحة في الزنقة تخيلوا معايا غدا وسط الشانطي و الدنيا خاوية و انا تمكي حتى غادي يلقى رجلي في دار بابا تخيلوا معايا را مسافة طويلة ماشي قصيرة كيف درت ليها حتى وصلت و دخلت عليهم والله ما عرفت لقيت الباب محلول هما قاسين في السلام جموعين بقيت تنغوز و تنقول لي بابا راه ماما في هالكنسير غادي تموت و كان عاودها و كان عاودها تخيلوا معايا غادي يجي لي اول مرة غادي يعنقني و هزني و رجعني للدار عند ماما باش يشوفوش هالكلام بالصح ندخلت لي الدار انا وياهلي كانت تعامرة بالجيران و ماما ما كتهضرش غير سكتا و انا تابعني لغدلي امتيحان اخير فليستايا باش ننجح و لما ننجحش دخلت بقيت كنشوف الجيران شي تيبكي و يما ما كتهضرش و تنقول ليه ماما عافك غير ضحكي نوضي رعندي امتيحان غدا عافك غير نوضي كان طلبها و يما قادراش تنوت كتشوفي واحد شوفات بعينيها يما قادراش ننساهم الدابة بحيلة بقيت فيها حيث دوك الايام الاخيرة فاش مرضات كانت كتقول ليه واش في خبارك انا وياك فاطم الظهرة ربي ما غاديشي فرقنا كانت كتقول ليه واما ما واسكتي الله يهديك واش عرفتي علشها فاطم الظهرة حيث ربي عرب لي انا وما عندك حتىش حد من غيري انا و انا بقت كنقول ليه ماما عافك غير سكتي ما تخافيش بنتي الله ربي ما غاديشي فرقنا و كانت كتقول ليه اراني خايفة غير انا ننموت ولكن ماشي خايفة من الموت عليها ولكن عليك انتي حيث اش حال غاديهزك زعماء على عائلتها عام عامين غاديلو حك هكا كانت كتقولها ليه بفماء انا انا اختك ما خايفاش عليها حيث اش عندها اببها اما انتي ما كينش ليهزك المهم نرجعو فين كنا فاش بنقول ليه جيرا مجموعين بالصدمة بديت كنجري عليهم وتنقول ليه مرة باقة ماما حية علش جايين تشوفوها و انا كان دو غير بالصدمة دو سحدها اللي الكامل وتنقس لها في ديها و فرج ليها و كنشوف لها في الدات ديالها و كنشوف لها في ظهرها و ونحركها ونقلبها ونشوف لها في صدرها وكرشها اللي لكلها دو السابحة لها كاك وصبح عندي امتيحان احسن صراحة اللي كان عندي فشكل تقدروا تقولوا بزاف ديالناس يموتوا ليهم وليديهم ولكن انا را كانت عندي غير ماما بوحدها اللي كانت كتحن فيها ديك اللي لكلها و انا كان قلبها بغيت بحيلا نحفظها باش انني عمرني ما نساها اذا ماتت لغد لي عندي امتيحان حدين عسو حدين الساعة مول فاما ما هي اللي كانت تفيقني في نهارات الامتيحانة ديوري و كتجيب لي الحليب و كتقول لي هاداليك باش يحلك عقلك و كالقا حطى ليه شكلات وفطوري و كدجلس حديحة كنخرج باك النهار صبح الصباح اللي صبح ليه امتيحان غير شعلت الدو درس عندها لقيتها حل عينيها و بطوليها الدموع و حسيت بيها بحيلا بغيت قولي يا راه اليوم ما قدرش نديلك الفطور عناقتها و بسها و قلت لها هانا غدا ندوز امتيحان و انا ذاك غدا ما حافظ حتى شي حاجة ذاك المرض جاها في الوقت اللي كان خاصني نحفظ عقلة مشيت و دخلت وتندوز امتيحان و ماكنش عاقلة اصلا شنو كنت تنكتب ولا شنو كنت كندير حتى عقلت على راسي راني دوز امتيحان و خرج في حالي و قسم بالله لحد الآن ما عارش ندرس في ذاك الورقة كنت متأكدة و عارفة باللي انه و انا ما غادش ننجح و كان هذا كنت امتيحان الاخير ديالي بديتها كان قولي راه ضعت لي عامين غير هكاك و تفكرت كلام ماما اللي كانت تقول لي يا بنتي فاطمة الصهرة راه عندك غير القراية رجعت للدار و عودت لقي زجيران و هذه المرة لقيت فقه قلت على راس ماما و دورها على جنبها و دخلت في هذا المنظر قلبي كان يتقطع حسيت واحد الفاشل عجيب واحد ضعف لي و رهيب و رغم انني انسانة قوية تنشوف فيها و تنقول لي هذي هي الخرى لها صافي ماما غادي تموت بدلت حويجي حزمت راسي توضيت شديت قرآني و مشيت قلس احدى راس ماما اللي كانت كتطلع النفس غير بالزز سكرات الموت و كرشها من فوخة و كانت قلس احداها امها هي جداتي و كانت قلس احداها حتى خالتي بقدت تنقرأ في القرآن بلغوات و تنبكي و شد لها فيديها و حتى هي كانت شد لها فيديها ديك الموت ما بغتش تطلع ليها و انا حداها بدي تمسها مرة في القرآن و واحد اللحظة حسيت براسي بحيلة بغيت نغوت تلقت لها من يديها سديت القرآن و ورجعت تلاتة دي الخطوات اللور و كان سمع خالتيك تقول إنا لله و إنا إليه راجعو إنا لله و إنا إليه راجعو نير يا أميمة نير هالكلمة أعطي سمعتها أعطي بغيت نرجع أبغيت نزيد بغيت نضايح تخلط عليك على الأحاسيس حفتي وقفت بيدني حتي دبر كنعود ليك و حسيت عاوتني نفس الإحساس أرجعت عندك نجري غلقتهم كي يغطيوا لي وجهة و أنا هربت للزنقة و بقيت كن أغوت كن أغوت كن أغوت كنت عنقني و كنت أقول لي أنا هي أمك و أخيتي ممزوجات تقول لي أنا هي أمك و أخيتي يقول لي أنا هو أبك و أجدتي عنقني و تقول لي أنا هو أبك و لا تنهوت و ذيك أختي اللي ما كنش مفاهمة معاها كان دور وجهي كالقاها شدالية في جليلي و كاتبكي أختي اللي ما عنديش معاها و كانت سبابي في مشاكيلي شدالية في حويجي و كتقول لي ما تخلينيش أختي فاطم الزهراء ناري على إحساس را ما كيت توصفش طلعوني نشوف ماما اللي كانت مكفنة و ياه و ياه حلا رحضة شوفوا أي واحد يدوليكم على الوداع و المر دياله إلا هاد اللقطة ديال أنك تهدع أمك و عمرك ما باقي ما زالك و أصلت لها و عمرك و أنا تعمل بكي و أختي لها ماما لما سمحي لي حيث بعد المرات كنت 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 تعصب منها و كنت أقول لي علش كنت تعصب من بابا و علش كيت ردينا بحلاك و بسبب كنتي بدت كنت طلب منها السماحة و بما أنها كنت كتقول لي انتي ما كتحمليش أختك و نهار غدين موت غدين يتلوحيها و قربت لودنيها و كنت لها ماما أنا ما غديش نفوت أختي خاولها ما يمكنش الوقت اللي أنا ما كنش كنحمل في أختي و اللي تكون قولها ما غاديش نفوتها و أنا أصلا ما عرفش كون غادي يفوتني و كون غادي خليني و كون غادي بقى معايا صافي دست لقنازة و مشيت أنا و اختي لديها جدتي اللي فيها خوالي قلنا ماتت لنمنا على الأقل بقى لنرى جدتنا المهم راجل الماما بعد 15 اليوم يا سادا يا كرام نطخ طب دست شوية تزوج و دار العرس و خليها أختي الحالية أنا اللي بقى صغيرة و أنا اللي ما زال ما زال ما ازديت حتى راسي مشا تزوج بحال ما كان والو و هادي بقى في شمتة عمرني نساحيتي كلها هنا قد يخرجون نتائج ديال الليستياء و لقي تراسيب اللي أنا اللي ناجحة كيفاش درت؟ والله ما عرفت كيفاش درت شديد ديبلوم مفرحش حيتاش ماما مكيناش معايا بقينا فضار جداتي و واكلين شاربين و نعسين و لك الكسوة أراه مكينة المهم تيقول لك واكلة شربة و نعصة و صافي بقيت أنا و اختي خولة و قلت أنا اللي كان حنع لها و أنا اللي كان لبسة و أنا اللي كان خرجها كنت حتى تراسي بزاف على ذيك خالتي اللي ما مزوجاش هي واحد مرتخالي كانوا تيبينوا لي المحنة و أنا هي أمكم و أنا كان بغيكم و ذيك الهضرة و أنا أختي بقنا معهم و بقيت علاقتي مع أيوب مستمرة علاقة لي كانت نقية و زوينة و كانت لاخد ما دياله و لقد الحال أنا ذاك و كانت أي حاجة خاصة أنا أختي كان هو لي كي يجيبها لي فلوس حمام أقل حاجة كانت يجيبها لي ما يمكنش دار واحد الدور صراحة اللي عمرني ما نساه علما أنه ما كانش ما بيني و ما بينه علاقة من غير صدقة بقيت في الدار بحال هكاك المشاكل مع أخوالي اللي رجعوا من أول وجديد و نساوب لي أن أمنا ماتت خصوصا واحد خالي اللي قال لي هم أراشفت فاطم زر أخر جمدار زوافرية ما كانش يحملني و كانت سمعته خيبة في الزنقة ماشي مش مكر ولكن كانت يدسر على العيالات و تزواج و تطلق و تزواج و تطلق و حاضي غرزه و مخدامش و عزيز على جدة و تعطيه الفلوس و تيحنو عليه و ما نكذبش عليكم ما كانش عندي معا ما كيت تهضمش لي مالسي حلو صحيح و كنت كانت تناقش معا أنا ذاك كنت كنت مشي عند جدي و كان بدأك نبكي يقول يكوني هانيا فاطم زهرة بنتي ما غدي يقدرونش يخرجونك من هذا الدار حتى يخرجوني أنا في المحمل و كانت أدية الجملة اللي كانت أنا ذاك كاتريحني و كنت أقول ما حت جدي كين ما غدي يطرار لي و أختي بقيت كنقلب على خدمة والحمد لله بقيت خدمة اللي كنت بصالي رزوين واخي المشاكل مع خالي بقيت خدامة كنصرف على أختي ما تخصها هوالو وكان قرأ وكنت ردى لي هالبال في الشدة والفدة وأنا الدنيا في عيني كانت كحلا فقدت قاعد الألوان قدام عينيه طال واحد منهار جاء العيد كبير وقلت غديمشي عند بابا ندوز عنده داك العيد عايت لي وقلت لي راني بغيت نجي عندك قال لي يا جي مرحبا بيك مشيت في العشية كنا سمع مرتوف الزنقاء كاد قوليه هولي علش غتجي بلي هادي ماما ما تتوانى مالي كان عند بالها بلي غادي نسكن معاها بصد ما طلت عليهم وهو من اللي شافني مرضاش سلخها عصا حدايا غيرت لقا جات لعندي وقالت لي يا خرج علي يا بصد ما خرجت ومشيت لدرجة داتي تهرست وحلفت لعلى ديك الدار انت عبابا عمرني انني نوصل لها من جديد رجعت عند خوالي تام بكي خدامة داخلها سوق راسي واحد نار جات بنت خالتي بست معايا وكان مقابل معايا وكانت تشترجم كان نشوف فيها ضون تعسمة ديك الساعة كان الصيف بقنا كانت تعاوضوا شو يسكتنا هو يبالي يا ضو دي القامر ديت قدام وشي خيال كيتسلت وجا حدايا وبدت يقسليها فرجليا دوك القيصات اللي كانوا ماشي عاديين وراكم عارفيني مزيان شو تنقول انا بصدمة نط قلت شنو قدير كاللقى خالي الزهواني قال يلا راني جيت غير نصد الشرجم وقلت لي هادي تمشي في حل كلها ووضت عليه ومشى وقلت لبنت خالتي وش شفتي شنو دار ايه شفته بقينا مصدمين انا ويعلي لك كامل نط في صباح وما قدرش نقولها بقيت خدامة وردى البال لاختي اذا غير طليت من البالكون كانت يمشي عن جدي وجدي ويقول لهم ركت طلع لواحد خينا اللي مصاحبة معاه بقيت شده في قلبي هاد القضية دي الخالي ليتتحرش بيها ما قدرش نساها حتى الواحد الصباح فقت وابلتها لجداتي قلت لي لا ما يمكنش بديتك نحلف لها وانا كنت متأكدة باللي انها بينها وبناسها عارفة ولدها شمت يسوى واحد اللحظة طلعت عنده قلت لي هادي المسخوط شلو درتي اروي لي واش بنت خطيك واش انت احمق تقول لي اللا انا بغا تغير تحط علي الباطل انا راه نط غير باش نصلي تخيلوا معايا واش غادي ينود يصلي ويقاس فرج لي هي كانت متأكدة باللي انه وبالصح دكش اللي دار لي وبقات كتغوت علي وكاد قول لي احمار رزاكم والله انا بقيت كنقول الله اه هي بعدها جت مني وعرفتني بلي كنقول حقيقة المهم واحد النهار صباح نط باش انا نمشي لخدمة حيجاش كان خاصني انا ندخل مع الزوج دي نهار فهذه الخدمة ديالي كنت تعرفت على واحد البنت حتى هي ما عندهاش ماماها وظروفها قصح من ظروفي وكانت ضريف والله عمر لي هاد دار وعرفتها في ضرف المشاكي الجولي كانت فيتاني بشي عامين وكانت حنينا فيها وحاس بيها حيجاش بزوجنا مشاركي الفقدان ديال الام كنا كان نحسو نفس الحويج كتبقى كتقول ليه ما كرتش نشوف ماما وكان قول ليه حتى انا وكان مشوا واحد لو قنيتا وكان بقى وكانت تعاودوا وكان هضروب الزاف المهم نرجع للحاضر فاشفقت وطيبت الغداء ديالي وزيت حويجي ووصلت الخدمة وبدأت مركزة معاها شوية وصلت الخمسة بدأت تعييت لي اختي وجوبتها شموطاري فاطيم الزهرة راجلت تسخرتني زنقة ومن اللي رجعت لقيتهم بطل القفل وهو بتقول لنا حويجنا حطهم قدام الباب كتبكي انا بخيرت نقول ليه ما يمكنش كيفاش شي حاجة ما شهية هذيك عائدت للجيران تنقول ليهم وش بصح تخولي فزنقة تقول ليه اه وراها بطلقكم حويجكم وراها بتدو القفل تخيلوا معايا قد يخصني نخرج مع العشرة ديال الليل من الخدمة وذيك السعي الله الخمسة وما كانش عندي كيف نخرج من الدار ومخيط كانت تنضحة العشرة ديال الليل ومن الخمسة وانا عاطيها اللي بكا وتنقول ما يمكنش كاميرا خافية وما عارفين بلي انا وماما يضله ماتت عليش هذي يجري وعلينا شنو درنا وكان بكي وصلت العشرة انا غدا الترانسبور كان جري وتنقول في قاش غير نوصل يقول لي يا را خيرتها نضحكوا معاك فطيم الزراء حتني الترانسبور ومشيت للدرب كالقزنقة عامرة والناس مجموعين فاشتنطل تلقى حويجي انا واختي قدم باب الدار مليوحين وديرنهم في الكراطن والرزامي واختي احداهم وكاتبكي مشيت حدالتا اقول لي اختي خولة واجدرت ليهم شي حاجة لا را غير صخروني وفاشا رجعت لقيتهم بالليل القفل دارت بي يد دنيا فين غادي نمشيو وهذا الوقت كيفاش غادي نديرو فيه لاحظاش لو معتناش ديالليل شهد الحالة يا ربي فشنا فيها صونات عليهم في الدار طلع ليدك خالي الزهواني وقال لي يا سيروا عند باوتكم حنا ما تلناش بغيناكم وتيغوت علينا وست الزنقة عاود طلت علينا جدا قلت لها ابتاع فكا جدا غير نظر معاك ابتاع تحلك لي الباب شوية وخرجت لي راسها وقالت ليها شو بغيتو شو ندرنا لك يا جدا صافر عماتت امك كيفاش ماتت مامانا وش غادي تلوحونا اه ديك لي ولداتكم را ماتت وسيروا ضبروا على راسكم وازدحت الباب هو جي انا بخيت وقفة مصدومة والجيران اللي جيران بقينا فيهم تيبكيو وبخيت كيساعد الباب تطورة ديال مام الله يخليكم حطوها علينا وسط كارتونا ديال صنادل بقيت كنفكر شو غادي ندير هو اللوال خسنين عتق اختي منخلي عجبا معايا عيت على باباها و وقلت لي شنو طرالينا اجي خود بنتك جاهزها مع حويجا وتخيلوا ما قالش لي يا وخا غير هاد الليلة يا الله معانا حديك الوقت ما كانش عندي فين غادي نمشي هي ما بغاتش مشكينة كتجرني من حويجي وكتقول لي عافك ما تنسينيش عافك ما تخلينيش وكاتبكي وانا تنبكي وواحد الحالة ما كان ما نعود لكم ما تبغيهاش لعدوك ما بغاتش تلقي يا محويجي وقلت لها انتي يا أختي اراني غير نعرف راسي شنو غادي ندير وغادي نجين تديك هزها مشت مع وابقيت بوحدي بجموين علي الجيران شا تيقول لي يا اجي طلعي كل واحد وشنو تيقول لي وانا لوحدة وباقى ما زال معانا قسم ما حويجي هما طلعوا استدعليهم بحيلة ما كانت تشي حاجة واحد لحظة واحد من تجارتنا كنت كان عرفها في الحومة غير وصلت لها الخبار جزكة تجري عندي عمرني ما نسخرها ازدت لي يا حويجي يلا معايا للدار لا ما نقدرش أختي قلت لي يا قلت لك غادي تمشي معايا ما غاديش تبقي في السنقة مشيت ورقيت بباها امها وختها وكنت حشمان بحيلة ما عرف شنو دايرة وفي نفس الوقت مصدومة من اللي وقع علينا كون غير كنا خايبين ولذا كنا علي خفيف ولكن بالعكس كنا داخلين سوا قراصنا وما كان ديروا والو وكانوا يحقرونا وكنا صابرين غير باش نبقى ومخبين من تحت ثقف واحد بقيت نشوف ودخلت لعندك الناس لقيت بباها وماظرافين وقالوا لي يا ها انتي معانا حتى يحن الله كنت نقول وقاع اذا قلبت على الكرة را ما نقدرش نعيش بوحدي واخا كنت قاسحة كنت كان خاف دوز ديك اللي لك حلا ما جانيش فيها النعاس شنو غادي ترافيا دابا لا والدين لا عائلة لا أب عييت ما نقلب فراسي على عين تسطى بابا ما عرف شكن وصل لي الاخبار في ديك اللي لاجتي يقول يا مالك تقلبي على مشاكل ونرى ما ديروا والو وما سولني حتى شنو طاري ليا زاد في حالو نشى من الصباح ودك جدي اللي كان قاليا ما غادي تخرجي من هذا الدار حتى يخرجوني في المحمل كان عندي فيه أمال كنت لقيت وقالت حدا الباب متع الدار كيف ديما مشيت عنده حنقته قلت لي جدي لباس عليك باخير الحمد لله شنو كين وجد بشرت ليا جدي قال لي ما عندي ما ندير لك ابنتي رأي جداك اللي بغات ولكنت عارفة جدي أنا رأي معدي تفي مشي قال لي ورا كذا بخدمتي صار دبرا على رأسك وقلت لي يا جدي ما غاديش نخرج حتى يخرجوك في شي محمل قال لي ما عندي ما ندير ليك جداك اللي بغات ولقررت كنت لي يا واخا الحنيه تراسي ورجعت لعندك الناس وكنت كان مشي الخدمة وربي اللي كان نعلم بحالتي كيفاش كان تطيرا كيفية السلولة اللي سيقل يقع في ج ايوب من جديد اللي وقف معايا ودي كل البنت اللي كنت خدمة معاها واللي سمتها لوبنا ومشاكلها اللي كانوا كتر من المشاكل ديالي ومع ذلك مسكينة وقفات معايا وكانت ليها ساند دخيلي معايا اغدروني العائلة اللي من الدمي ومن اللحمي وهذا البنت لقيتها وقفة معايا واحد الوقفة معمرني نساها شوفي لها مديين لها معنويا وكنت مهررسة ودخلت في كتئاب وانا عايشة مع دوك الناس وكنت دراسة عادي ما في يوالو باللي كانت دخل لخدمة حيت كالواحد كانت كتكون حدي بزاف وكنت غير كانت دخل وكانت تعنقني تخيلي معايا امي ممني كانت تعنقني اكن حسب اللي ما مرضت من تحت قبرة وعنقني كانت في عائلتي قصيم بالليل علي العظيم نمول عادي كي كانت كتتعمل معايا وكانت كتفهمني احبت كنت حنينة 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 وكنت اي حاجة وقفت على عمي ما اي حاجة اشي يقول لها بغيت مليون اغني قلنا بغيت وكتقول لي هاكي مكتطر تتش معي وما كتقولش لي يعليش وكتنصحني اتخيلي معي اي حاجة بغيت نديرها كتنلقها بليف وفاهمها وعارفها وكتنصح لي وكتقولي شنو ما عديريش في كل نهار كنت كلمشي على رجلية مهرسة كانت كتاثر معي يا لوبنة وكتقولي خاصك توقفي على رجلك لأنه عائلتك خلاتك وكتنصح فيها ووقفتني على رجلي على الصح وقربتني كثير من مولانا وبغيت الله بسببها وعرفتني على بزاف ديال الحويش وهي شنخصك تدير وشنخصك تدير وشنخصك وكيف هاش جمعي راسك كان أعترف بلي أنه بسببها ووقفت على رجلي هذه البنت بدلت لي حياتي الوقت اللي تهرست فيها وقلت أنا ضعت وما لقيتش لي وقف معايا لقيتها هي فكرتني براسي بقيمتي بخدمتي وبصحتي أجي ندير القرعة أجي ونقف مع بعضياتنا وبالصح ووقفتني على رجلي ووريتني شي حويش في الدنيا وما كنتش عارفهم وزادت قصحتني وقوات لي الشخصية ديالي وقسم بالله كون ما ديك البنت كون ضعت كنت نسمع بزاف ديال البنات غضارات وتخرجوا على البنات ولكنه لا لا اللي ابنة كانت لي السند أحسن بنت عارفتها في حياتي فيها أمي وأختي آه فيها أمي وأختي بغيت ربي سهل عليها أغضرت عليها بزاف لأنها هي اللي تستحق حكايتي الليلة في هذا الوضع كنت أنا سكنة مع دوك الناس مازال وكان ضروري خاصلي كل مرة نشوف أختي ونعطيها وخا كانت عيشة مع أباها أنا اللي كنت نكسيها وندير لها المراجعة ونحضيها لأنه واحت ماما فيها دوك الناس حتى هم أخير هم كبير قلت عليها أنهم خلوني في دارهم لمدة سنة وكنت تحت أنا مرة مرة كان ندخل في الدية شي حاجة من بعد غادي نعيط واحد النهار لأيوب وقلت ليها أيوب راني ما بقيش قد على هذا الوضع أني بقى سكنة مع الناس قولي يا شنو ندير أخويا قل لي يا فاطم الزرا صافي أنا غادي نتوج بيك تخيلوا جاب دارهم واخطبوني من عند هاد الناس وتزوجنا ودرنا عارس كبير في القاعة اه دوج بأيوب ما نكذبش عليكم في عارسي ما عرضت على حتى شي حد من غادي كل الناس اللي كنت عندهم وعائلت راجلي عرضت على بابا ماشي أنا حيث شراجلي هو اللي يبغى أما أنا كنت رافت الفكرة ولكن جاب مرتهم وجاب واحد عمتي وعمامي حيث شراجلي هو اللي يبغى وقال لي يا ماشي مشكل كل شي فوجه مولانا يدوز قبلت العرس اللي وقفت معايا فيه فقط لوبنا وعاونتني ماديا ومعنويا وكانت تقول لي أنا معاك أنا أمك واختك وباكو السند ليك دوجت ومشيت لدراجلي وتخيلوا معايا هذا الشي اللي عاوت لكم منها جرى وعليا من اللي تزوج غالي تكون ديك الساعة واحد العام وعارفوا عندي عرسوجة وليه لكن كنت كنت تلقى بهم في الزنقة عيني في عينيهم أقسم بالله ما كنت قدر نشوف فيهم ما كان نرضى كان دور وجهي ما كان قدرش حيش ديك اللحة اللي يلاحوني كانت خيبة بزاف وعمرني منساها بالنسبة لي يا شمتا كنت غير علموني أن أعطوك سيمانا وصيري قلبي على راسك وقسم بالله تعجبني الحال ومن حقا تشاليهم المهم دوجت وجيت لدراجلي حماتي في طبقة وأنا في طبقة وكنت خايفة من الشائعات نتعاف صداف عائلتي الراجل والحامات وكيفاش ندير معها وما كنت شعرفة كيفاش نتعامل وانا ما زال بقا صغيرة من جديد كالقالوبنا هي اللي عطتتني ناصائح ووقفة معايا اليومينا هذا كانت تقول لي يا شنو ندير وكيفاش نتعامل أعطتني الطاقة لما كانت تنشي حد أنه يقدر يعطيها لي من غيرها كنت كنت تنطليها وكندير اللي قلت لي والحمدلله هدرتها عمرني مرقتها ما شهية هذيك بالعكس اللي قلت لي كنت كنت تبخو أعودني بها الله لقاح شنو ترى لي في حياتي منسيت شختي فكرت أنا نجيبها تعيش معي في داري ولكن ذاك بابا شنو تيدير شنو الدور ديالو خليتها معاها وتنجيبها عندي كل مرة وكنعطيها وكنجيب ليها وكنقول ليها وكنقول ليها قرأي اللي كانت تقول ليها ماما كنت تقولها لها أنا أما راجلي راجل وولد الناس وانا فرحانة حيتش مزوجة به هو اللي يوقف معايا وتعيب عاملني بحيل بنته وتدير لي الخاطر وتيجي من جهتي وعمروا محطة دعليها تكونوا ما بينتنا نقاشات وتلقى من جديد في جنبي لبناء اللي بحل شي ملاك في حياتي وتينصحني وتيقول ليها شنو دار وأنا كذلك اللي مخلي علاقنا الحمد لله أنها نجحة طلع معايا ولد الناس وراجل بمعنى الكلمة وخاء خدامة وبرسقي وتيصرف عليا وكيعطني اللي بغيت وعمروا ما منعليا وعمروا ما قال لي يا أجي قسمي معايا بصروفك أو لخصك تصرفي ووقف معايا هو ولبناء حتى شريت في الطموبيل أحسن حاجة ذات في حياتي أنا ندوج به أنا حاليا ندوج وفي داري وخدامة أنا وياه وكان حسن بالاستقرار الحمد لله علي اللي ما عمرني ما عرفته من صغري وأنا كنت غير من دار لدار حسب اللي أنا هو اليوم معايا راجل اللي وحنين فيها وفي اللي ما عمره ما غدا يخليني وعندي أخت كبيرة اللي هي اختي لوبنا اللي ققت ما ضعافت كتصرفني وكترجعني قوة من الأول بغيت ربي سهل على فهذا النهار ويعطيها اللي نوات في قلبها ويفرج عليها في مقارب بقوة ما درت معايا ما بقاش عندي كلام أنا نعبر على الشكر ديالي والمحبة ديالي لها عائلتي هي اللي كان مشي عندها وكان طلع لها في المناسبات أنا بغيت كل شي عرفه أنه بقي الخير وبقي صحابة فهذا الدنيا اختي وقفت معاها حتى خدمات اليوم ولله الحمد هي دبخ الدامة وهات زرصها وأنا استناد لها ولكن أنا بغيت نسوه لكم واحد السؤال أنا مع ربي مزيانة وكل شي هو هادك ولكن حاجة وحداني مازال ما مقدش في حياتي هي سلاة الرحيم أنا مقدرش نزور العائلة ديال ماما ونصل معهم الرحيم لأنه غير كان تفكر شنو داروا عليها كان حقد عليهم جدة تخيلوا معايا اليوم من هذا كان تمشي عند عباد الله وكتخسر لي صورتي عندهم باللي أنا مكنسوهش وكتخلوا اليوم باللي أنا بغى الوردة ديال المي وأنا قاهمهم سوقه ليه هم مقدروني وأنا مقدرش نصل معهم الرحيم راني وقت ما صليت وسجدت نقول لي يا ربي يا ربي راني ما قداش راني يا ربي حسيت بالظلم يا ربي اسمح لي غادي نعصك في صلاة الرحيم ولكن ما نقدرش نصلها معاهم لأن أمورهم جيني غير الأذى با وهم ما غاديش نسمح لي هم تلغدة قدام الله بغيت نقول لرب يخد لي عافك فيهم حقي لشمتها اللي يبروني ذيك الليلة أعفر بغي قدري سمح لي حيث أنا بقداش أنا بغيت رأيك أمي ما بغيت تبني لي يغيش حاجة غيت تبرد على هاتش اللي طارفية وبغيت رأي ديال الناس يقولوا لي باللي غا ربي بغي سمح لي حيث أنا ما قداش نمشي عندهم أنا من كدبش على الكهومة لجواندي ما أردهمش ماشي مشكل ما أردهمش ولكن أنا باش نمشي ما قداش أختي تبهما غالطا في حقي وكيخي بصور تحدى الناس ما زال الآن الآن كيخي بصور تحدى الناس ما خلوش لي فين نمشي عندهم ولا فين نضق عليهم ولا فين نسلم عليهم ما خلوش لي ولكن نرى منها ديالنحية ديالسلات الرحيم كان خاف ربما يسمحش لي وما كرتش أنكم تعطوني الرأي ديالكم وبشدة لأنني محتاجاهم مردني داخليا هات القضية نتع سلات الرحيم هذه هي حكايتي وهذه هي كانت حكاية فاطم الزهرية يا سيدا يا كيرا شفتوا كل مسالاتش هاد النهاية بالزواج نتع فاطم الزهراء بأيوب كنا يمكن أنا وياكم يا المتابعين غادي نخرجوا للفاطم الزهراء من التعاليق لأنه صراحة من البداية كنت حاسف لأنه غادي تكون شي حاجة أجبتني حكاية ديالك ورغم القصاوة ديالها ورغم المرارة ديالها ورغم صدق المشاعر اللي أعطتنا اللي هما قاسحين ورغم بالزهف ديال الحويج ولكن الضطف ديال مولانا معك مع قلبك الطيب أنا غادي نخلي المتابعين أنهم يقولوا رأيك ولكن أعطيتك رأيي الخاص أنا في الموضوع باش يستفد منه الجميع كنت سمعت والله أعلم ربي خلقنا معززين مكرمين في الدنيا السلطة الرحيم اللي غادي جينا منها الأذى واللي غير غادي يتضمرنا ما كان لاش منها والله أعلم من خجرة الأمر على العتقة ديالي اللي تهموا هذا الأمر يبحث عليه ولكن هالش اللي كان فيت لي أسمعت والله أعلم بالقول ربي عالم شنو اللي في قلبك والإسلام ديالنا إسلام وعز وكرامة وربي ما يبغيش يغتصلك وجهك في الأرض فكانت تمنى من الله عز وجل أنه يرتب لك قلبك وتركزي على حياتك وتنسى ذلك الشي عندي زوجي الأشخاص اللي بغيت نشكر رجلك أيوب ولبناء أيوب اللي طلع رجل وهذه هي الرجولة هذه هي الشهامة كان في تخرب على هذه الأنواع في المجتمع ديالنا في الدين ديالنا أما بالنسبة للبناء تحياتي الخاصة ليك تحياتي الحارة ليك لأنه بينتلينا وقتلنا بلي أنا وفادي نيرا ما كان يشغل صحابات الخيبات ما كان يشغل الغضارات ولكن كان صحبة لي هي صدقة صحبة في مولانا هالشي كامل اللي صرفتي مع هاد بنت الناس مع هاد لي تيمة كان وعدك لي وكلم تعملانا بلي أنا ربي عمره ما غادي يخيبك مهما تضيرتي ربي دي ما غا يكون في جنبك لأنه اللي يفرح قليب أو اللي يفرج كربة من الكرب انت عشي مسلم ربي تيفرجها عليه في يوم القيامة وما أحلى يوم القيامة كل شي كيفرش لديك البلاصة هاني أن لكم وبعضياتكم الله يتويكم الخير الله يحفظكم من شهر الخلق أتمنى منكم يا متابعين يا كرام أنه تخلي وتعليق جميلة والأراء دي لكم الفاطمة وزهرة دمتم في رعاية الله وحفظه تلقى بضغطة إن شاء الله كان نموت بالنعاس سلام سلام وداروا العرش وداروا العرش آه